ببلدية عين بو يحيا في ولاية عين الدفلة صخر الحاج مختار رمزعيكة زهاء السبعين سنة من عمره لخدمة المرضى المصابين بالكصور والرضود خبرته الكبيرة في المهنة التي توارثها عن والده ويورثها بدوره لأبنائه اليوم خبرته هاته حولت منزله المتواضعة بدوار العجيلية إلى قبلة للعديد من المرضى بما فيهم الأطباء من مختلف ولاية الوطن مراسلانا من عين الدفلة محمد صادق بوزيان ومن أشلف محمد قورين التقيا عند هذا الطبيب التقليدي وبعث لنا بالرپورتاج التالي محطة الشرق تتفرد شاهدت هذا البرنامج أحصت مرسل صورة أبلغ من أي كلمة كومة من الجبس بأحجام وأشكال عدة هي لمرضى تخلص منها بعد زيارتهم لعم مختار مزعيك الجبار ببيته المتواضع بالدوار العجيلية بلدية عين بو يحيا ولاية عين الدفلة الجبار المعروف الذي يساعد المرضى المصابين بالكسور على مستوى العظام بخبرته التي اكتسبها خلال سبعة عقود من الزمان في ممارسته المهنة ويزروا تأكدوها نتيجة جبيرة وقموكش اللي قالوا ما بريت وقاللأ عنده ثناشين سننة يدوه divorسا طبكتوله دقول كتان لقطع ورح لك تقول هذا مات وعند الصباح هذو هكي قلوا كتان رائد قطع هنا هنا هاك خدمتوله خدمتوله ومبادوا حد عشر دقائق أربع ساعة أفضل أحاوجي هنا وعلات الكتروية وبرى ورح كما قالوا لك بدار ورح لبس به ويبرى ورح لبس به لقد نبيت سبعين سنة لك خدمة فيت التجبير بالطرق التقليدية أصبح الملاذ الأول للراغبين في التخلص من الجبس والشفاء بأدواته البسيطة هنا يتجسد شعار التجبير بديل للجبس إقبال كبير يشهده بيت هذا الجبار مرضى قديم من مختلف ولاية الوطن على أمل الشفاء على يده ومن بين الزائرين طبيب من ولاية الشلفة ومن تحت تحت على الكود حسيت لي بول هنا نضريت وصف في بلوس داموة رأيقل أكثر من شهر ونندوي فيها وكي نامي لراثون قام ريحت سبور ساعة قالوا لعلات الحاجة ولا جيت عنده التأثير به ولا وجيت إن شاء الله رب يجي بشفاء على يديها إن شاء الله أنا جاي من الشلف من الصنام كما شعندوه دور ما ندي بلسيش عندوه احتل هنا باركونت أني شايف تروازه أرطوبيديست الحقيقة الموت ريته والله بس حال أمير الرسوم هو له لو جاء ما بغش غيره هل يدوه سرتوه لدولار سرتوه في الليل هل يدوه أن تحملها في الليل وبروحه المرحة تحدث لنا الحاج مختار عن حوار جرى بينه وبين طبيب في يوم من الأيام الحاج اليوم رأي جاء لك طبيب يعني طبيب من وليت شلف من الأصنام رأيك عالشت طبيب أمام عدس الكاميرا جاء لك طبا مقبل خلال مسير التاعي يجو يجو نقول لهم غير واحد الخدمة نقول له عقد غيره يقول لك موسيقى ها ها يقول لي يدوه ها ها يدوه يدوه ها يترجع هيا ها 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 ه ها 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 يرغي ينسكين هكا ويبقى يشوف هكا ونعقدها نقوله حلو مجبيرة يعني مقبوضة كي يتنقبض بالجبيرة هذي محسوب غيظة يقعد هنا وخلاص نقوله عقدها ونقط حش يبدأ يدلة هاك يدلة هاك يدلة هاك لا نقوله عقدها هاك ونقط حش يقوله كي يبقى يدلة نصد هاك وندلة هاك هاي هاك بخبرته المكتسبة خلال السبعين سنة التي قضاها في معالجة كسور العظام أصبح الحاج مختار مشهورا بالمنطقة كونه يعالج المصابين بالكسور وحتى الحالات المستعصية قلت له ان شاء الله ما ينقطح هذا عبرت هاك خارج خارج برا قلت له ان شاء الله ما ينقطح هو جا طبيب يغوياء حط لك زمامتاء هاك أبناء الحاج المختار مارسوا مهنة تجبير الكسور منذ صغرهم عندما كانوا يساعدون الوالد في إحضار الأدوات مع مراقبته عن كثاب خلال معالجته الكسور والرضوضة فأصبحوا رويدا رويدا ملمين بأساليب وأصول المهنة أنا مليكن كنت صغير نتبعوا ثاني نشوفوا كيف يخدم قال يجيب مثلا إنسان ولا يخدموا نشد دمعاه كيف يجبط العظام كيف يكسلوا كيف يخدم عليه وتعلمت مرمونا هذه والراديو ثاني قال ريون ثاني عارفوا كيف نشوفونا عارفوا ولا مكسر ولا موج مكسر تعلمت عليه الحرفة في الحقيقة أنا بغيتها كنت نقرأ بغيتها بغيتها من قلبي بغيتها شغل الإنسان تعخير هذه تعلمت عليها الحمدلله يا ربي والحاجة كيف تلفلي قاعي كيف تلفلي نقول وما نقدر الله شو ولا نجيل جدي هو يعاوني ويوري لي وحنا علمنا الحمدلله ثاني كيف نجبد العظام علمنا كيف هنا المرض ملقرد علمنا حتى الإنسان يكون المرضى اللي يكون الضم واعر ولا مدكدق ولا ما نخدموه شلي صعيب قادر يعمر له الإنسان ولا حاجة حافية مشكلة ولكن تقدر الحمدنا نخدموه ولكن يجب يتبع وبالعقل بالعقل الحمدلله رأنا ناجحين الخدمة هذي ولكن تشوف الخير اللي رأى نحنا بالك نقصنا تحسيمي فاي تحسيمي تعبلات من هذا كان بلعنا طريق مليا حتى جبنا الكاز وعمرنا بلك فتركتورات قصنا يشترط الجبار على المريض أن يقدم له شريط الفحص بالأشعة لتحديد نوع وحجم الكسر قبل العلاج ليكون علاجه للمريض مناسبا وشافيا اللي يقول لك جت للقراءة على الراديو أنا نوجبه لها واللي اللي غير الراديو قاعد تأبلات اللي هي تكون فيه شعر نقول لك هايوين أو فضله أو فضله أو أي بلاسة اقتربنا من المرضى الذين قدموا من كل حد وصلوا إلى منزل الجبار مختار مزعيكة لنكتشف قصص معرفة المرضى لعنوان الجبار ولماذا اختاروا طريقة العلاج التقليدية وحتى الأطفال يزورون هذا الجبار لتخلصي من الجبار جيت من بلدية العطاف كنت في المدرسة كنت في لي كل ومبعد يكيني اياذ رفت كراعي الحديث قريب وننطح وكراعي ينفحص وبدأ يستر وانا ما عرفتوش باللي فحص ما لادرت بوندو خليتو ما لادرت ثلاثيام ولاد رحت للطبيب دليل فلاتر هذا اليوم الرابع جيت عند الجبار كنت لعب بالو وطعت ان شاء الله وطعت وانا جيت عند الجبار جبرني وحمد الله جبرني وحمد الله أسلام بلدية عطيته هنا وعطيته هنا وبريت حمد الله ومن بين الزائرين لمنزل الحاج مختار الجبار الموالين ومنح الجبار مختار مزعكة وصفته بطريقة مرحة لمرضاه في آخر زيارة هم ونيتو بغى يعطيني 10 ألاف بغى 20 ألاف وخمسين ألاف أو 100 ألاف أو 10 ألاف وحدة الليلة زوجة وكلي عنكم ريتشوف في اللي جابوا الوحدة لي قل من هذا شوية جبرتهم من دولي ميدور وميدور وميدور هذي كلي لكم حظين من دولي ميدور أنا قصتها فيجي بنا 17 ألاف أنا جيت الله هنا ومدرتهاك نجو أنصي باع الفراق ميا ميا عندهم البيضة كل يوم البيضة العروبي يفسح كل يوم نصد ضينا زوجة الصباح وزوجة النهار وزوجة اللي هي نصد ضينا وتبصي طمينا وبوفتيكة تعبنينا تالغابة باي فراب الخبير إن شاء الله من منزل الجبار مختار مزعكة بدوار العجيلية بلدية عين بو يحيا كان معكم محمد صدق بوزيان ومحمد غورين من ولاية عين الدفلة لبرنامج مراسلون